حين تتساوى الحياة والموت تصبح كلفة العيش تحت مضلة الفاقة والفقر مليئة بالعذابات والألم هنا في أقصى شمال غرب اليمن في مديرية أسلم بمحافظة حجة إحدى مأسي الحرب التي لا يراها العالم كثيرا يعيش سكان هذه المنطقة النائية على أكل أوراق شجر بعد غليها جراء عدم الغذاء وتوقف مرتبات أبنائها عشرات الأطفال يعانون من المجاعة وسوء التغذية يستقبلهم المركز الصحي للمديرية الذي يعاني هو الآخر من شح الإمكانات وغياب المساعدات يتذكر سكان المنطقة بالكثير من الخوف والألم أكثر من عشرين طفلا لقوا حتفهم في وقت سابق بسبب الجوع ويخشون تكرار هذا المصير لأبنائهم كشف تقرير لوكالة الأسوشيتد بريس عن قصص مأساوية سببتها المجاعة وغياب المساعدات الإنسانية عن عدد كبير من مديريات محافظة حجة التي تسيطر عليها ميليشيا الحثي وتتعرض مناطقها لقصف مستمر من طيران التحالف نظرا لوقوع المحافظة بالقرب من الحدود اليمنية السعودية زهرة فتاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر تبكي من الجوع وعدم تمكنها من الرضاعة من والدتها التي تعاني هي الأخرى من سوء التغذية تقول والدتها بكثير من الحزن والدموع تملأ عينيها إنها لم تتمكن من إرضاع طفلتها أو شراء حليب لها وتخشى أن تتدهور حالتها المركز الصحي الذي ترأسه مكية مهدي لا يوجد فيه أي طبيب مختص بالأطفال يحاول تقديم خدمات الرعاية للأطفال لكنه يشكو من قلة الإمكانات وشحة الدعم المقدم من المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن تقول مكية إنها قامت بجولة في قرى أسلم وبعد رؤية الناس الذين يقتاتون أوراق الشجر لم تستطع وضع الطعام في فمها أسئلة كثيرة تتعلق بجهود المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن وعدم قدرتها على الوصول بالمساعدات للفئات الأكثر فقرا غير أن تلك الأسئلة تصطدم بواقع أن ميليشيا الحوثي تتسلم المساعدات وتقوم بتوزيعها لأنصارها وفي أحيان كثيرة بيعها في السوق السوداء مديرية أسلم مثال بسيط ومفزع لعشرات المناطق اليمنية التي تعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية حيث يعاني ما يقارب من ثلاثة ملايين طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد فيما يعاني أربعمائة ألف طفل من سوء التغذية الشديد شخصيا كنت مؤلم أو مدرس مع أكلهاش لي ممكن 20 سنة من يوم ما توظفت وظفت في 89 قبل الوحدة بسنة والآن بعد أن قطع المرتبات أصبحت الوجبة المفضلة عند أولادي يأكلوا منها ذواصل خاصة وجبة الظهر وجيب لهم ضمع وجيب لهم حكاك لكن ما نسوي سنوات أربع من الحرب راح ضحيتها عشرات الآلاف يدفع الفقراء الفاتورة الأكبر للحرب من أرواحهم وحياة أبنائهم دون أن يلتفت العالم لهم أو يبذل جهودا حقيقية للحد من معاناتهم